السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلا خير وصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفات كاقتراحات الفطر والتي هي وصفات فيها المالح والحلو ونبدأوا على بركتي الله فهنا كيفما كتشوفوا معي عندي واحد البصلة لشلطها وعندي كمية بسيطة جدا من صدر الدجاج لقطعتها هي رقيقة نضعهم فوق النار بعد ما وضعت شوية زيت الزيتون وخليتها سخنت وضعت البصلة والدجاج ونضيف لهم الملح ونضيف لهم كي يتشحروا على ما انه وجد بقي المكونات العافية دائما كتكون مهيلة ونضيف لهم يتشحروا ونضيف لهم يتشحروا من بعد هنا كنضيف واحد الفصل ديال التوم ثم نضيف لهم جوج ديال جزارة اللي حكيتهم في الحكاكة الغليضة فهنا حكاكة موين ونضيف لهم ونضيف لهم جوج ديال الشعرية الصينية اللي حتى وما حكيتهم في نفس الحكاكة لم تلك المرحلة ونضيف لهم جوج ديال الاتصال ونضيف لهم جو ديال شعرية الصينية وضعتها في الماء طيب وخليتها قطعتها وضفتها ليوم من بعد نضيف شوية ديال كامون شوية ديال قصبر يابس شوية ديال سكين جبير شوية ديال اللي بزار وكنضيف معلقة تقريبا كبيرة من معجون فلفلاء وكنضيف معها معلقة صغيرة ديال الفلفلاء الحارة هادو كنصوبهم في الدار بالنسبة للمعجون الفلفلاء ممكن تعاوضوه بالتحميره وبالنسبة لفلفلاء الحارة ممكن تعاوضوها بالهريسه وكنخلط جميع المكونات وكنخلي هاد الخضر ومع الجر كتشحر مع هاد التوابيل وكيف ما كتشوفوا معي الحوشو ديال نار هي ناشفا يعني ما فيهاش الماء في اخر مرحلة كنضيف علبة من الطون شوية ديال زيسو المقطع وكنضيف معدنوس لقطعته ورقيق هنا انا طفيت العافية صافي الحوشو ديال نار هي طابت فقد نحرك هاد الربع مع الطون مع زيتون مع كل المكونات وكنوضع الحوشو جانبا نخليها حتى تبرد مزيان عاد نخدمو بها هنا اخديت واحد جوز ليف صغار ديال الدقيق بالنسبة للدقيق ممكن تخدمو باي دقيق عندكم الفورس الفينو مع الفورس دقيق القمح الكامل المهمية الفكرة اللي غنقدم لكم في هاد الخبيز ذات هادو فانوضع جوجل زليفات صغار اللي قمت بالنخل ديالهم ضفت لهم شوية ديال مليحة وكنضيف واحد البيض ديال البيض وكنحتفظ بالصفر الى الاخير ثم كنضيف معلقة صغيرة من النافع اللي دقيتو عندي النافع مدقوق جوج معلقة صغيرة من الخميرة الفورية جوج معلقة صغيرة من سكر حبيبات او سانيدة وقاطراتي من الخل وجوج معلقة من زنجلان محمر وكنجمع العجين بالمادة فيه حتى كنا حصلها لوحد العجينة اللي كتكون مجموعة من بعد كنجمع جوجة دقيق احتى كنت ترطب العجينة وكننعود نغطيها ونضعها في واحد زلافة ونغطي عليها تختامر للمرة الاولى هنا ضفت لها شوية دير زيت الزيتون في الاخير فى الاخير مرحلة، انا نضيف لها شوية دير زيت الزيتون واحد المعلقة كبيرة وكندخل فيها الزيت وغطيت عليها خليصها تختامر جيداً وتضاعف حجم ديالها بزيان يعني مدة طويلة كنخليها تختامر كنحطو العجينة اللي هي عليها تشكل هذا غدي نشكل منها قطع فانا غنشكل منها قطع بشكل طولي لان هاد العجين غدي نبسطها بشكل طولي كناخد منها كقطع نحاول نجيبهم متساويين شوف ما غدي نبدأ نمسطهم غدي نشوفوا معي الطريقة كيفاش غدي نشكلهم فكنستعنوا بشوية ديال دقيق وكنشكلهم على هاد الشكل كنجمع لهم الجوانب كنحصلوا على ديباقيت اللي هما يا عندهم واحد شكل مستطيل وغنوضعهم في اللطال اللي فرشت لها ورق الخدس وغدي نستمر حتى غدي نشكل العجين اللي عندي كامل نبعد ما كملت هاد اللي باقيت فكان نبسطهم بزيان سنرققهم لانهم كيطلعوا وما بغيتهم شكونوا هاك كغلط فكان بسطهم وكان حاول نبعدهم من بعضياتهم وغدي نغطي عليهم نخليهم يختامروا ويتضاعف الحجم ديالهم مرة أخرى سوف نغطي عليهم نختامروا للمرات ثانية من بعد كننا اخد صفر بيضة مع شوية ديال الحليب وكان هل ليهم من وجه ديالهم بالنسبة للفرن انا شعلته حكي سخون على درجة حرارة ميتين حتى كي سخون مزيان ومن اللي غدي ندخل لهم هاد الباقيت هادو غدي نقص العافية ونخلي درجة حرارة مئة وسبعين فانا خدمت عليهم الفرر فارغة وخليتهم على مئة وسبعين درجة حتى كيطيبوك يتحمروا كيجي اللون ديالهم واحد من فوق ومن تحت بطبيعة الحال لي ما عندوش الفرن في الفرر فارغة نقصوا العافية وخليهم يطيبوه على خاطرهم بعد ما طابوا اغطيت عليهم واحد المنديل خليتهم حتى كيبردوك ترجع فيهم من اكسخونية كان حصلوا على واحد الباقيت اللي هم مرطبين بزاف وخفاف وشاش وبطبيعة الحال ما كانحتاجوا ليهم حتى شي حاجة لازبدة لحليب اقتصاديين بزاف ورخاص والشكل ديالهم زوين وكذلك المدق كتشوفوا ركيجوا اسفنجيين ورطبين بزاف فغادي نغطي عليهم وغادي نمروا باش نوجدوا تتمة الوصفة ديالنا او الوصفة ديالنا او الاقتراحات بالنسبة الوصفة الثالثة فغادي نقدم لكم حساء اللي كي يجي رائع جدا بخضر فبالنسبة لهذه الحساء عندي جوج حبات من قرع الخضراء جوج جزارات مصلة صغيرة بطاطا متوسطة فص من التوم عندي قطعة من المسباس وعندي اه هاد الاستيقان ديال الكرافس فانا انا غسلت الخضر جيدا وقطعتها وضعتها في الطنجرة وغطيت عليها بالماكن ما كنتشوفوت وما اضفت لها مليحة رشاء من الفلفلاء الشونية او السودانية ورشاء من الخرقوم البلدي واحد المعلقة كبيرة من زيت الزيتون وغادي نغطي عليها الطنجرة ونحطها فوق النار لما كنتغلي عليها فيها مجهدة كنقص عليها النار وتنحسب لها 15 دقيقة وكنطفع عليها وكنحصلو عليها حساء اللي هو عليها تشكل هادا فكنطحنوه هو ساخن ما كنخليوش حتى كي يبرد لانني مازال غادي نرضو فوق النار بعد ما طحنت السوبة ديالي غادي نضيف لها شوية ديال الشعرية رقيقة فوق النار فانا اعود رضيتها فوق النار كنوضع واحد شوية ديال الشعرية هدي الشعرية اللي كنوضعوه في السفة ثم كنضيف قصور المعدلوس لقطعته ورقيق وغادي نخليها تغلي فلما كتغلي كنحسب لها خمسة دقيقة وكنطفع عليها النار لان هاد الشعرية اللي كنوضعو فيها رقيقة ضغية كالطيب وكالطيب غيب سخونية صفي غادي نخليها خمسة دقيقة بعد ما تغلي ونطفع عليها ونرجع معكم بالنسبة للحشوة بعد ما بردت فكننا اخذ الورقة ديالوسطيلة كنوضع كمية من الحشوة وكنطفع عليها بطريقة اللي كتشوفوا معايا سهلة بزاف هنا كنوضع قننطات اللي هما يبلا ماشي ضايرين كنخدمهم بلا فتيجيوا هكا مسطحين على شكل مستطيل وكنوضع عفلاطة اللي غادي تدخل الفرن بالنسبة للورقة فكنوضعو الجهة الملساية تحت ثانية والجهة اللي كتكون حرشة نوضعوها في الداخل وكنوضع هكا كمية من الحشوة كنطفعو على هادشكل فالصورة راية واضحة فانا هنا مدهنتونش كتافيت فقط بالدهين اللي كيدهنوهم الناس اللي كيدهنوها فالبغيتوا الدهنوها شوية ماشي مشكل انا بغيت نديرها كب دهون قليلة ما بغيش نكتر الدهون وكنكتافي بالدهون اللي طيبت بها الحشوة انا بعد ما كملت غادي نرشلي هالوجه ديالها بشوية ديال زيت وغادي ندهنها وغادي ندخلها لفرن الفرن كان نستخنه شوية ومليك ندخلي هاد القنينطات هادو اولى لسيقا كان قصعلي العافية على 170 دراجة وتنخلي حتى تقرمش الورقة وتتحمر ويولي اللون ديالها الذهبي صافي غادي ندهنهم وندخلهم يطيبو ونرجع معاكم هنا عندي صلاطة الفواكه الساهلة يعني اي فواكه عندكم تقدروا تقطعوهم انا هنا عندي الموز عندي تفاح الكيوي المونغ وبطبيعة الحال كان عصروا اليوم عاصر البرتقال في الاخر ضفت ليهم الزبيب بعد ما نقعتهم زيان في الماء مع شوية الخل وغصلتهم زيان كنضيفو ليهم وغادي نغطي على الصلاطة ديالي وغادي نوضعها في تلاجة حتى كتبرد بعد ما تبرد يعني وصل وقت الفطورة كنا نقدموها صافي هنا غا نغطي عليها وندخلها لتلاجة تبرد وهنا لسيقاغ ديالنا بعد ما خرجنا من الفورن كيجيو شهوه منهم قرمشين محمرين روعة كيف ما شفتوا معايا الحشوة ديالهم اقتصادية بزاف ما كتكلفناش بزاف والنتيجة اكتر من رائعة كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقدموهم في صحن تقديم ونرجع معاكم وهنا كيف ما كتشوفوا معايا لسيقاغ ديالنا الخبيزات ديالنا لباقيترا هما موجودين كيجيو عليها الشكل هذا بالنسبة لخبيزات را كيجيوها كمفشفشين من الداخل وخفاف وبنسبة لسيقاغ كيجو مذهبين عندهم لون دهبي وكذلك كتجيوهم واحد القرمشة زوينة بزاف فكيجيو هكا كيش هيو يعني وصفات بساط وسهلين وفي المتناول واقتصاديين وما كيكلفوناش كتير بالنسبة لصبة ديالنا كتجي غزالة غزالة لديدة بزاف ورائعة جدا فانتمنى ان الافكار اليوم تنال اعجاب ديالكم وانها تفيدكم ولو بالقليل ومرة اخرى الا اعجابكم الفيديو ما تنسوش خليوا لي لي لايك وتعليق من تعليقاتكم الجميلة والرائعة وكذلك الى كتزور القناة لأول مرة ما تنسوش شاركوا معي في القناة تفعلوا الجرس باشتوصلوا بكل جديد وما بقالي الا نخلكم مهد السلطة ديال الفواكه ونقول لكم السلام عليكم صحاف توركم وإلى اللقاء